دلوقتي جوجل فيو متوفر بشكل رسمي ومجاني للكل وده الوقت محدود جدا ادخلوا واستخدموا مجانا وكمان هعلمك طريقة جديدة اوتوماتيكية لكتابة الاوامر بشكل احترافي هتخلى فيديوهاتك وصورك في حتة تانية خالص في مفاجأة صارة من جوجل جوجل اعلنت بشكل رسمي على حسابها جوجل اريبي على تويتر وعلى جميع حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي اتاحت جوجل فيو سري للجميع مجانا وبشكل رسمي ولفترة محدودة جدا لو قرنا الخبر مكتوب من جوجل نفسهم نعم الخبر حقيقي يمكنك الان صناعة الفيديوهات باستخدام فيو سري مجانا حتى الساعة السامنة من صباح يوم الاثنين بتوقيت السعودية تقدر تجرب الكلام ده ازاي ودلوقتي حالا هتدخل على موقع jimani.google.com هتلاقي الرسالة الجميلة الجديدة دي ظهرة قدامك يمكنك تجربة فيو سري بدون اي تكلفة في نهاية هذا الاسبوع فقط ما عليك سوى اختيار فيديو من قيمة الادوات للبدء نقول له التجربة الان لاحظ طبعا ده حساب مجاني وانا مش داخل لاب vpn ولا باي شيء ولو انت وصلت الجزء ده من الفيديو وعايز تسيبه عشان تخدت المعلومة استنى معايا هقولك على معلومة كويسة علشان تحسن جودة البرومبت بتاعك في جميع ادوات عمل فيديو بالزكاء الاصطناعي هنكتب امر زي ده رجل مصري يجري في شوارع الكاهرة وعلامات الخوف على وجهه وهناك تنين مجنح يلفو زنار يطارده والرجل يقول في خوف باللغة العربية لهجة مصرية كذا 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 ويلا بينا نشوف النتيجة في البداية الامر اللي انا كتبته طلع لي نتيجة فيها مشكلة وهحقولك اين مشكلة وازاي تعالجها علشان ما يتقعش في نفس غلطتي بص كذا على الفيديو ده طبعا الفيديو جميل جدا ولكن مشكلته ان الشخصية مش بتحرك شفافة مع الكلام وده تكرر معايا كتير جدا في جوجل فيو سري وعلشان تحل المشكلة دي حاول دايما ما تعملش اوامر فيها الشخصية بتجري خلي الشخصية دايما سبتة لو عملت الشخصية بتجري او بتمشي او بتعمل حاجة معينة تلعب كورة مثلا هتلاقي الكلام بيتقل وحده والشخصية مش بتتكلمه او مش بتحرك شفافة معاه لكن لما غيرت الامر بالشكل ده خليت الراجل مش بيتحرك قوي الاخطاء دي بتقل يعني خلي الراجل بيتكلم او الشخصية بتاعتك بتتكلم وكل حاجة لكن حاول تخليهم ما تكونش بتعمل اكشن كتير بتجري بتعمل اي شيء اخر زي المثال ده مثلا كده هسيب لكوا طبعا الامر الصحيح في التعليق المثبت بص معايا كده عن المثال ده دلوقتي جوجل فيو متوفر بشكل رسمي ومجاني لكل وده الوقت محدود جدا ادخلوا واستخدموا مجانا وانا كمان في الجزء التاني من الفيديو هقول لك على طريقة رائعة علشان تحسن بيها الاوامر بتاعتك بشكل اوتوماتيكي خليك معايا في الجزء التاني من الفيديو ولكن في حاجة مهمة جدا عايزة اقولها لك لكن طبعا يا فرحة ما تمت لان انا عملت فيديو واثنين وثلاثة وبعدين جوجل قالتلي ان انت وصلت لحد الاقصى لاستخدامك للفيديوهات اليومي يبقى لازم تكونوا عارفين ان الحد الاقصى اليومي لهذه الطريقة تلات فيديوهات علشان تعمل فيديوهات اكتر من كده ممكن تدخل باكتر من حساب على جوجل طب انا عندي مشكلة في ان انا اعمل حسابات كتير على جوجل لان هو بيطلب مني التحقق من رقم التليفون هقول لك مفيش مشكلة ابدا هتعمل حسابك على ايميل جوجل من خلال الموبايل هتخش من الموبايل عندك على اكاونت ثم اد اكاونت ثم جوجل وتمشي في بقية الخطوات مش هيطلب منك التحقق برقم التليفون وبكده تقدر تعمل اكتر من ايميل لجوجل ودايما نخلي عندك اكتر من ايميل لجوجل لانك ممكن تحتاجهم في مناسبات زي دي في الجزء ده من الفيديو هعلمك ازاي تحسن البرومبت او الاوامر بتاعتك عن طريق طريقة جديدة ممكن تكتب بيها الامر بتاعك اسمها جيسون برومبت كلمة جيسون لوحدها معناها جافا سكريبت object notation وما تقلقش انت مش هتضطر تكتب الامر بالشكل ده انا هقولك ازاي تطلعه شكل اوتوماتيكي بالشكل ده والجيسون بشكل عام هي طريقة منظمة او structured هيبقوا الجماعة الprogrammers هيبقوا عارفينها اكتر لان هي بتستخدم كتير في مجال البرمجة يعني هتليون بيستخدموها اكتر في مجال حاجة اسمها الAPIs والWeb Services وما شبه هذلك باختصار لللي مش عارف هي طريقة منظمة لكتابة الاوامر بشكل structured او مرتب مثال بسيط زي ده لو انا عندي امر مكاتب فيه a video of an Egyptian man walking in the street while holding a cup of tea realistic style فلو الامر ده اتحول لجيسون هيكتب بالطريقة دي نوع المطلوب او type video subject او الشخصية location او المكان kairostreet action ماشي في الشارع وماسك كوباية شاي وهكذا الstyle والduration واي خصائص اخرى انا عايز اضفها طب ايه الميزة اللي بيضفها لي الجيسون برومت واللي على فكرة تقدر تستخدمه في ادوات عمل الفيديو بالزكاء الاصطناعي وادوات عمل الصورة بالزكاء الاصطناعي زي فلاكس مثلا طيب مميزاته اولا سهولة التغيير يعني انا لو حبيت اغير الstyle بتاع الامر ده بدل سينماتيك دي هغير الجملة دي مثلا لكارتون او بيكسار دي اول حاج تاني حاجة ادوات الزكاء الاصطناعي هتفهم الصيغة دي افضل واحسن وتطلع لك نتيجة افضل لان هي اساسا بتترجم الامر اللي انت بتكتبه بالكلام العادي لصيغة جيسون لان هي دي الصيغة اللي هو بيفهمها فلما انت تدهاله في الاساس بصيغة جيسون هتطلع معاك النتيجة احسن طب ازاي نعمل الكلام ده انا هنا مديك اداة جاهزة او جي بي تي جاهز تقدر عن طريقه تدخله الامر العادي بتاعك اللي انت كتبته وهو يحوله لك لصيغة جيسون الاداة دي اسمها هسيب لك الرابط بتاعها في الوصف لو دخلت الامر بتاعي اخر امر عملناه على جيميناي ونشوف كده هيطلع لي ايه دي النتيجة النهائية سيبك من الكلام الروسي اللي مكتوب فوق ده ملناش دعوة به احنا محتاجين الاوامر نفسها هتلاقيها مكتوبة باللغة الانجليزية وهنا مزبط الكلام بتاعك في فيلد الواحده اللي هو تيكست ووصف كمان الصوت المفروض يبقى شكله عامل ازاي بس هو هنا فيه غلطة انه هو كاتب ريو او راشن تقريبا فاحنا مفروض نغير دي نخليها ايه ار او عربي وخلي بالك برضو انه هو اداني خمسة برومبت ملزوئين في بعض فانا قلتله افصلهم عن بعض فانا حاخد اول امر منهم كوبي واجي على جيميناي كده بيست هتغير بس اللانج دي بدل ما هي ريو اللي هي راشن غالبا يعني هخليها مثلا اي ار داش اي جي لو عايزها سعو دي هتكتب مثلا اي ار داش اي س اي وهكذا لو مش عايز تلخبط نفسك خالص ما تكتبش اي حاجة هنا اكتب اي ار وخلاص تعال نشوف بقى كل الكلام ده هيطلع لنا ايه انت ممكن كمان ما تستخدمش جي بي تي ولا اي حاجة وتيجي في شات جي بي تي العادي تقول له convert this prompt to detailed json prompt وتكتب الامر بتاعك عادي جدا وهيطلع لك نسخة من الامر ده بالزبط بس مطولة فيها تفاصيل اكتر ومكتوبة بصيغة json ودي امثلة انا استطعت الحصول عليها باستخدام هذه الطريقة بص هنا شايف ده بيعمل ايه ده مش ممكن طبعا تفاصيل اكتر وجودة اعلى وده مثال اخر ايه ده يانهار اسود نتايج طبعا رائعة جدا حاولوا تجربوا تستخدموا ال json prompt في الفيديوهات والصور بتاعكوا في ادوات توليل الفيديو والصور بالزكاء الاصطناعي عامة واكتبولي تجربكم لافضل النتايج اللي حصلتوا عليها في التعليقات بكده نكون انتهينا من الفيديو النهاردة اتمنى ان انتوا كونوا استفدتم الفيديو لو عجبك الفيديو انت نساش اللايك والشير لان دعمكم بيسعدني على استمرار في تطوير المحتوى للافضل واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله